ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد الحادثة المأساوية اللي حدثت عشية عيد الاستقلال هو خمسة جويلية مجموعة من أطباء الأخصائيين الممارسين في المؤسسة الإشفائية بالواد اللي هم في إطار خدمة مدنية تعرضوا الاعتداء همجي من طرف عصابة أحياء حيث أن العملية هذه تمت على مستوى إقامة الأطباء ببلاصيتي ميكس كيبان ألجريا بحي النظور الحادثة هذه تمت من الساعة العاشرة وربع إلى الساعة الحادي عشر نحن التمسنا باللي راهم كين أشخاص يراهم كومبليس في القضية هذه بحكم أن الساكنات الخاصة بالكوبين ما تعرضش للتخريب بينما الساكنات الخاصة بالجزائرين هي التي تعرضت الاعتداء من بينهم سبع ساتا بارتما هم اللي كسروا البيبان وصرقوهم وكلش نحن بدون لك إدارة نستنكر هذا الحادث والذين من خلال الحادث تمت تبليغ السلطات الأمنية اللي يريد فتح التحقيق في بجرية الحادث وسيتم عن كشف الملباسات وكشف المتوردين من ناحية أخرى فإن سيد والي وليت الواد وسيد موديل سحالسين شخصياً على إعادة تأمين ساكنات وتوفير أقصى شروط للتكفل بالطبيب